أنت تفوز بالمعركة ثم تظفر بالسلام هذا ما جاء على لسان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الذي استبعد سحب بلاده وحلفائها قوتهم من سوريا قبل أن يتحقق السلام هناك وقال ماتيس إن الولايات المتحدة وحلفائها على أعتاب نصر تاريخي على التنظيم الإرهابي مضيفا أنهم لا يريدون ترك سوريا بينما لا تزالوا في حالة حرب وأضاف ماتيس أنه سيلتقي مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا لرؤية أين وصلت عملية جينيف وما يمكنهم فعله للمساعدة حسب وصفها ويمثل هذا التصريح إحدى أقوى الإشارات حتى الآن على أن الانسحاب الأمريكي الكامل غير محتمل في أي وقت قريب في إشارة منه على سوريا وأفغانستان حتى يتسنى التوصل إلى حل سياسي وسبق أن رأت وزارة الدفاع الأمريكية أنه يتوجب بقاء قواتها فترة أطول في سوريا لاستمرار مكافحة الإرهاب وأخذ التدابير التي ينبغي اتخاذها ضد إيران وفي مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفرنسي إمانويل ماكرون في البيت الأبيض مؤخرا جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته بسحب جنود بلاده من سوريا لكنه في الوقت نفسه أكد عدم رغبته بأن تكون إيران ذات نفوذ في المناطق التي يتم طرد التنظيم الإرهابي منها كما وأكد ماتيس أن أكثر من 400 مقاتل أجنبي من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قد وقعوا في قوضة قوات سوريا الديمقراطية معتقلين وهؤلاء ليسوا محتجزين لدى القوات الأمريكية ولذلك لا يمكن أن تعتبر هذه الأرقام نقشا على حجر بحسب ماتيس مضيفا لكنني أعرف فقط أن هناك أكثر من 400 من مقتلي داعش الأجانب في قبضة قساد